السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف النهاردة هنتكلم على موضوع الكارما كتير منكم بيسأل إزاي أتخلص من موضوع الكارما اللي من حيوات سبقة طبعا مبدئيا كده أحنا عارفين إن العقل الباطن عاش حياتين سبقين قبل كده لينا ونتيجة الحيوات السبقة دي بنكون حملين كارما سواء الكارما دي كانت إيجابية أو كانت سلبية فبتأثر على حياتنا الحالية بشكل عام يعني بالنسبة 80% من المخاوف والقلق والتوتر والتشتت في العلاقات سواء حتى كانت في معاناة في الصحة أو معاناة في الصروة أو الإجهاد عموما في حياتنا دي والمعاناة دي كلها بتكون نتيجة خيبات أمل ونتيجة كارما قبل كده أحنا متحملينها عن حياتنا السبقة لقبل كده طيب حايزين نعرف إزاي نتخلص من الكارما دي وإزاي نخلص منها وإزاي نعرفها هي عبارة عن إيه حد دي مثال بسيط الأول وده خاص بالعلاقات يعني مثلا بنخش علاقات العلاقات دي دايما بتعمل لنا خيبة أمل يعني بمعنى أضاق إن الشخص بيسيبنا وبيمشي أو بيهجورنا أو بيطرقنا أو أحنا العلاقة ما بتكملش أو فيه معاناة أو حد مثلا ممكن يكون بيعاني من حاجات صحية عنده رهاب من شيء معين عنده خوف من شيء معين وده بيسبب له كتير نوبات غير طبيعية من الخوف والقلق والتوتر ده كله بيكون نتيجة الطاقة المتراكمة لأفكارنا وكلماتنا وأعمالنا السابقة اللي بين حياتنا السابقة عاملين كده بالضبط زي البنك زي ما تكون هعمل حساب مصرفي كده في البنك وبتحط فيه في حسابك فأنت كل حياة من حياتك السابقة بتضيف فيه سواء بقى الكرمة إيجابية أو سلبية هتكون حالة كده اللي هي نوع من أنواع الكرمات سواء بقى كانت سلبية أو كانت إيجابية طيب إذا كان عندنا الحياة الماضية مثلا أكثر سلبية هنواجهها إزاي بقى أو هنعرف إزاي هتلاقي نفسك هنا عندك مزيد من المعاناة في الحياة اللي أنت عايشها دلوقتي في الوقت الحالي وده هتلاقي الشيء بيتكرر معاك يعني هتلاقي مثلا بخش علاقة ما بكملهاش أو بيحصل فيها حدث ما المهم إنه بيقلمي وبيوجعني وبيصبني بخبة أمل وبضطر أخرج من العلاقة دي وهكذا الموضوع بيتكرر معاك أو بخش في موضوع شغل معين والشغل ده للأسف بيفشل معايا ده نتيجة الحيوات السابقة والكرماط اللي أنت متحملها ويتكون لها عبارة عن سلبيات طيب هنتخلص إزاي منها وهتكون هل هي مفيدة لحياتنا دي أو طبعا مفيدة جدا إن أنت تتخلص منها في حياتك دي لأنها هتساعدك على حاجات كتيرة جدا إن أنت لما بتتخلص منها بتتخلص من حاجات كتير قوي كانت خنقاك من حصار وصدمات ومشاكل أنت مريت بها في الحيوات السابقة للأسف بتكون مأثرة عليك جوة الحياة دي فلازم إن أنت تطهر الماضي بتاعك يعني بمعنى أصح تنظف الماضي من الكرمة السيئة اللي محسراك من جميع الأنماط عندك سواء بقى في الوظيفة أو في أمراض أو في حوادث أو في علاقات عموما يعني هنكسر الكرمة دي إزاي اللي هي على طول بتتكرر معانا وعملة زي ما تكون دورة بناخدها على طول مستقبلنا داير في دورة معينة وبيتكرر معانا نفس الحاجات رقم واحد عليك إن أنت لازم تحدد الكرمة الخاصة بيك لأن كل واحد خاص بيه كرمة معينة تحددها إزاي تحاول تسأل نفسك كده وتعود مع نفسك وتشوف هل أنت مثلا في مهنة أنت عايش فيها والمهنة دي وغداك وعالق فيها وما أنتش عارف تتخلص منها وأنت نفسك مش مرتاح فيها تمام طيب هل مثلا أنت في علاقة العلاقة دي بتستنزفك طقيا وأنت مستمر فيها وبتكافح فيها وما أنتش قادر تتخلص منها أو مثلا تكون بتخش في علاقة وبتخرج من علاقة وبيحصل معاك مشاكل أيما تكون المشكلة إيه هي وبتخرج بنفس السيناريو بنفس الموضوع من العلاقة دي بخبة أمل طيب أو هل أنت مثلا بتخش في مشاريع زي ما قلت قبل كده وبتفشل بنفس الفشل بنفس الطريقة بس طبعا بسيناريوهات مختلفة ده كله بيعبر عن أن أنت عندك كرمة والكرمة دي كانت معاك من حيوات سابقة وهتلاقي أفراد عائلتك كمان ممكن تكون الكرمة دي بتتكرر عندهم في العيلة زي مثلا واحدة بتيجي تسأل وتقول أنا مثلا عمتي ما تجوزتش أو ما أنجبتش أو أو كل الحاجات دي كلها ممكن هتلاقيها بتتورصها الأجيال جيل بعد جيل بنفس الطريقة بنفس المعاناة دي يتعتبر الكرمة اللي من الأجداد فرقم واحد لازم تاخد القرار بأن أنت تتخلص من الكرمة دي وتعطلها علشان تبعد عنها نهائيا واتطهر نفسك منها وتحاول أن أنت تقدر هتحقق إمكانياتك الحقيقية في الحياة دي رقم اتنين إذا كنت معاك علاقات حوالين منك علاقات بأشخاص سامة والحياة حوالين منك حاسسها أنها معقدة فعليا يعني ناس على طول دايما بيشتكو لك ناس على طول دايما محملين بطاقات سلبية والطاقات السلبية دي إجهاد ليك إجهاد عليك فأنت هنا بالدين نفسك يعني أنت هنا بتخلق ليك إرادة سيئة جدا جدا وبالدين نفسك لازم تبعد عن الأشخاص السمين دول وعليك بأدب يعني بمنتهى اليسر كده والسهولة والأدب والاحترام بقدر الإمكان أن أنت تحط حدود للناس دي علشان ما يجلب لكش حاجات سيئة تانية وطاقات سيئة أكتر يعني حاول أن أنت تبعد عنهم بأسلوب لائق وجميل ثالث حاجة تحمل المسئولية عن أخطائك يعني لازم تتحمل مسئولية أخطائك يعني تعترف بيها بشجاعة كده أنك تعترف أن أنا مثلا غلطت في كذا كذا يعني بلاش الغرور بلاش اللوم بلاش أن أنت تلقي اللوم دايما على الآخر لا واجه نفسك بأخطائك عليك أن أنت تقعد تفكر وتشوف أخطائك السابقة كانت إيه وتبتدي تحللها كويس جدا وتبتدي تتحمل مسئوليتها ما تقولش مثلا أنا كنت في علاقة في الشخص ده هو اللي غلطت لا حاول تحدد مسئولية مين اللي غلط ومين اللي يتحمل مسئولية خطأ ولو أنت غلط بالفعل لازم تتحمل مسئولية أخطائك تمام؟ ومش من المفترض كمان أن أنت تشعر بالزنب يعني ما تعدش تجلد ذاتك وتشعر بالزنب في الوقت ده خالص أنت بس تفكر كويس جدا في ماضيك وإزاي كنت ممكن تتصرف وإزاي أن كان ممكن تتصرف بتصرف تاني أحسن بشكل مختلف في المستقبل ومن هنا هتواجه مشاكلك وهتواجه سلبياتك اللي كانت قبل كده علشان الكارما دي تنتهي منك رقم أربعة رقم أربعة دي أنت بقى أنت وروحك الأنا روحك اللي هو كمان طفلك الداخلي حاول بقدر الإمكان أن أنت تشارك طفلك الداخلي حاول تشعر بالارتياح حاول تخلي وقت لطفلك الداخلي وترفح عنه وتحاول ترعاه وكمان في نفس الوقت تمارس بشكل منتظم رياضة تمارس تأمل تحدد وقت وساعة معينة ليك للتأمل وللرياضة علشان تقدر تتخلص من أي سلبيات كمان عليك أن أنت تهتم بنفسك بتناول أكل صحي طعام صحي ونوم لأن أنت تنام يعني مش هقولك تنام على طول أو بكسرة لا بس خد كفايتك من النوم خلي عقلك الباطن وعقلك عموما يرتاح ادي مساحة نفسك أن أنت تكون هادي كمان لازم رقم خمسة تحدد من نقاط ضعفك زي مثلا أحنا ناس كتير مننا بيفتكروا هما نفسهم أقوية في بعض الجوانب ولكن هما ضعفاء في جوانب أخرى ممكن تكون أنت إنسان كويس جدا في إرضاء الآخرين لكن لنفسك أنت والتحدث مع نفسك بتتحدث مع نفسك بتجلد ذاتك فيها فحدد نقاط قوتك وليس نقاط ضعفك نقاط قوتك ما تخليهاش نقاط سرية بالنسبة لك لا بالعكس خليها نقاط قوة وظهرها وبينها لأن دي أنت محتاج أن أنت تظهرها أكثر من الضعف السيناريوهات اللي بتعملها بحساسية أو أن أنت تكون حساس زيادة عن اللزوم أو كده لا خالص إبعد لأن دي صفات سلبية برضو يعني دي حاجات مش حلوة كمان أن أنت تتحدث بشجاعة تكون عندك يعني أقولك إيه أنت تكون محارب يعني تكون فارس بمعنى أصح حتى لو أنت اللي بتسمعني هقولي أن أنت تاخدي نقاط قوتك وتعلي منها أكثر فأكثر بالعكس وتهادي نفسك وتكافئ نفسك على نقاط قوتك دي وما تبصيش لنقاط ضعفك تجاهليها تماما أو خلاص أعرفي نقاط ضعفك واتحرري منها كمان في رقم 6 اتخاذ إجراءات جديدة يعني في كتير من الأحيان منكو بيكون عالق في حالة معينة وهو عارف كويس جدا أنه هو عالق فيها أو ممكن يكون مش مدرك عيوبها إيه يعني ممكن يكون في علاقة والعلاقة دي بتستنزفه طقيا ومعنويا وماديا وبتاخد وقته وبتاخد حياته وهو للأسف عالق فيها وما أشعارف مدى عيوبها من هنا لازم تعدل سلوكك تماما ولازم تفهم كويس جدا أن العلاقات اللي زي دي بتكون علاقات كرمية يعني علاقات كرمة وكرمة سلبية مش كرمة إيجابية طالما العلاقة مش متوازنة يبقى لازم تفهم أن هنا في علاقة مش سوية رقم سبع عشان تتخلص برضو من الكرمة عليك أن أنت تسامح الجميع يعني تسامح الناس وخلاص وتطلق تحررهم بمعنى أصح عشان تسحب الكرمة الإيجابية ليك وما تكونش سلبية كتير مننا ممكن يكون غطبان ومحبط من مرارة أفعال الآخرين معاه ولكن حاول تذكر نفسك دايما بالحقيقة وبعواطفك وتعيد النظر تاني لأن أنت في اللحظة دي أنت يعني زي ما بيقولوا الغضب هيديقك أنت وهيأكل من صحتك أنت وما فيش حد هيحس بيك يعني بمعنى أدك ما فيش حد هيحس بيك فأنت عليك أن أنت تحرر الأشياء السلبية دي وتسامح الأشخاص دول في الله وتبعدهم عنك تماما بحيث أن أنت تتخلص من تقاطهم السلبية وتتخلص من الكرمة السلبية دي كمان أنت محتاج أن أنت زي ما بنقول كده تعمل روتين يومي ليك والروتين داي يكون بسيط علشان تقدر تحل الكرمة السيئة دي اللي خاصة بيك سواء من الحياة الماضية أو من الحياة دي كمان عشان تغير مستقبلك وتعيش في انسجام كده مع الكون وتعيش في سعادة وراحة وسلام حاول أن أنت ما تنساش تصرفك في أي موقف ما لازم تسأل نفسك وتراجع نفسك مرارا وتقرارا على تصرفاتك يعني يومين قبل ما تنام كده راجع نفسك ولكن قبل ما تنام لازم تكون نايم بطاقة إيجابية مش بطاقة سلبية لا خلاص غير مستقبلك عن طريق موازنة ديونك الكرمية حاول أن انت ديونك الكرمية دي تتخلص منها دي هي الديون الكرمية في الحيوات السابقة وهي دي الكرمة طيب كمان علينا بالصدقات الصدقات بتشيل كتير من الكرمات دي لو طلعت الصدقة بنية الكرمة اللي من حيوات سابقة قبل كده فهتشيل من عليك كتير يعني زي ما قالوا كده داووا مرضاكم بالصدقة والكرمة دي أساسا ممكن تصيب بأمراض والأمراض دي تكون متوارسة أمراض بتتوارس في العيلة فالشفاء من كل دا يعني الشفاء هنا هو من كل دا فالصدقة حاجة كويسة جدا جدا وأنا عن نفسي مجرباها وحاجة يعني مش عايزة أقولكه بلاس إن انت كمان لما هتوعد وتسترجع مع نفسك وتتأمل وتعرف هتعرف هتحط إيدك على إيه هي نوع الكرمة اللي كانت جاية لك من حياة سابقة وبتتكرر معاك داخل العيلة هتعرف كويس جدا إيه هي أو ممكن حد من المرشدين الروحيين أو حد يكون لي خلفية بالحيوات السابقة يقدر يساعدك في نوع الكرمة اللي عندك وتقدر تتخلص منها ولكن اللي أنا شرحته ده كافي إلى أن انت تقدر تتخلص من هذه الكرمة أشكركم جدا أتمنى منكم ما تنسوش اللايك إذا عجبكم الأوديو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكانت معيكم حنانة عليه بأخصائي نفسي وتعديل سلوك واستشاري علاقات وبحثها في العلاقات الروحية شكرا لكم